تحياتي يا أصدقائي بعد خسارة منتخب سوريا بمباراته مع اليابان في تصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا ما في ولا حدا صرح بأي تصريح ولا كلمة لا من الاتحاد كرة القدم ولا من الكادر الفني والإداري في منتخب سوريا ولا حدا الكل في صمت تام رح أحكي بهذا الفيديو عن واقع منتخب سوريا بعد خسارة اليابان وشو ممكن يصير وشو ممكن يتغير حتى بدء بطولة آسيا مطلع العام المقبل بـ 12 من الشهر الأول العام القادم إذن يا حبايب الألب بعد الخسارة من المنتخب الياباني المهزلة الكروية اللي كانت بجدة بخماسية دون مقابل في طبعا تصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا منتخبنا احتل المركز الثالث بهذه المجموعة حاليا اليابان بالصدارة بسط نقاط كوريا الشمالية مع ثلاث نقاط بعد فوز على ماينمار ومنتخبنا ثلاث نقاط بعد فوز على كوريا الشمالية وفي المرتبة الأخيرة ماينمار بعيده بذكر أنه بتأهل أول منتخبين إلى كأس آسيا 2027 وأيضاً أول منتخبين حيتأهلوا لدور المجموعات القادمة في طبعا تصفيات كأس العالم والمنافسة نحو أيضاً المونديال ولا ننسى أيضاً أنه بعد زيادة عدد مقاعد المونديال رح يتأهل منتخبات أكثر من القارة الآسيوية ثمان منتخبات حتكون موجودة بالقارة الآسيوية في بطولة كأس العالم وهذا الشيء أكيد رح يضيف يعني حافز أكثر المنتخبات يلي عم تلعب بهي التصفيات ثلاثيما أنه منتخب سوريا أمامه فرصة كبيرة لحتى يكون متواجد في كأس العالم لكن ما في شيء مبشر بصراحة بعد مباراتنا بكوريا مع اليابان وكوريا الشمالية فزنا على كوريا الشمالية بهدف مركة الجزاء لعمر السومة دون المستوى المطلوب والمستوى ظهر سيء جدا في مبارات اليابان الآن السؤال لماذا لم يخرج علينا أحد من الاتحاد السوري لكورة قدم أو من الكادر الفني أول إداري لمنتخب سوريا بعد خمسة أيام حتى اليوم ولم يصرح أحد أي كلمة بعد مبارات اليابان وكأن ناس خلص أنه ما بيهمر الجمهور أنا بستغرب أنه المسؤولين في اتحاد كورة قدم ما بيهمكن الجمهور ما بيهمكن الناس ما بيهمكن العالم الإعلام يا أخي أي حدا يطلع يصرح نحنا يا أخي منعتذر منكم مبارات كانت سيئة حنعمل واحد اثنين ثلاثة يطلع المدير الفني هيتر كوبر يقول حنعمل واحد اثنين ثلاثة حنغير بكذا أي شي ممكن تحكوه لحتى يعني شوي تبرر الخسارة لا رجعته طبيعي رجعت دوري طبيعي دوري سوري لكورة القدم ما احترامي لكل الأندية الموجودة في الدوري السوري يعني كنت عم شوف أن المباريات من الجولة الماضية يعني لا ملاعب لا مستوى ما في شي بكورة القدم السورية حقيقة يحفز أنه أنت تتفاعل خير لقدام بكورة القدم السورية يعني ملعب غير صالح لممارسة كورة القدم يا شباب كيف بده يتطور اللاعب وكيف بده يتحسن وكيف ومين بدنا نلوم للني يعني مين بدنا نلوم يعني إن كان اللعيبة ولا الكادر الفني إذا أرضيت ملعب ما فيه لعب يعني مستحيل يطور مستوى كورة القدم السورية نحن بهذا الجوي اللي عايشينه داخل سوريا مستحيل يعني مستحيل لازم يكون فيه تغيير شامل لهذا الموضوع لبنى التحتيه للملعب حتى نصير نحكي بكورة القدم هلأ في عنا شغلة يعني نحن لازم نفكر فيها طريقة كتير أهم لمنتخب سوريا يعني يا أخي عنا هلأ و 12 واحد حتبلش كأس آسيا البعض يقول أن هناك في معسكر لمنتخب سوريا بجزائر وانا ما عرف كيف بدون يلعبوا لهذا المعسكر بجزائر إذا التوقف الدولي يعني بيكون في هاي البطولة وانت ما عندك توقف دولي قبل يعني مين حيكون معك العناصر الموجودة هلأ المطالبات يعني هكتور كوبر شاف الوضع من المؤكد أنه لا تغيير في اتحاد كورت خدم لا تغيير في الكادر الفني لهكتور كوبر وأنا مع قرار عدم تغيير كوبر لأنه هلأ إذا بتجيب مورينيو ولا جوارديو ولا مين ما كان نفس الترتيبة يعني عندك بعد بعد 40 يوم تقريبا أو 45 يوم مش إربط بلس طيب ممكن يعني الطعاب قبل منتخب سوريا من المفروض أنه هكتور كوبر شاف اللاعبين يعرف اللاعبين تماما مين اللاعبين الخير صالحين لمنتخب سوريا وما راح يدر تفيده لمنتخب سوريا بعالم المنتخبات يا صديقي حاليا إذا ما نظرنا إلى كأس العالم وهو المثال الأقرب لإنين مين هو المنتخب الذي هم منتخب ومتخب ومتخب رغب سوريا وعشر مقاتلين حول ليونيل ميسي بدك تقاتل وبدك تدافع عن حلمك حتى الوصول إلى لقب المونديان شفنا بكل مباريات المونديان بالنسبة لأرجنتين قتال حقيقي على أرض ملعب صحيح عندهم مهارات ولعبين مميزين لكن نجم الأوحد ليونيل ميسي وفي معه عشر مقاتلين عم يتقاتلوا على تحقيق حلم هو كأس العالم بالنهاية تم تحقيق هذا الحلم تعال على منتخب سوريا فيه عشر لاعب بدون حلم وبدون حافز وبدون أي نوع من أنواع الإحساس أنه لازم يحققوا شيء للجمهور السوري ما عندهم حافز يعني في 2017 إذا نرجع لـ 2017 تصفيات روسيا هاي الطفرة اللي صارت كانوا معظم اللاعبين يعني يمبلشين بدورياتهم عندهم الطموح لحتى يطوروا من المستوى الاحترافي طبعا في الدوريات الخليجية ينتقلوا يلعبوا برا شفنا الخريبين بالقمة السومة بالقمة إجا في راس خطيب يعني كان توليفة معينة هلأ ما رح نشوف لأي التوليف طيب أنا ليش عطيتكم مثال على منتخب الأرجنتين منتخب سوريا والقتالية والروح اللي ما شفنا مننا أي شيء يعني حلأ شوف هلأ أنت رأي الناس ورأي الجمهور بشيء اللي صار بالمنتخب سوريا الناس مزعوجة إنه ما شافت لا روح قتالية ولا دم ولا قتل بالملعاب وخسرنا بخسارة يعني كنا هيكة يعني مثل الميتين بالملعب وكان تمرين للمنتخب الياباني بصراحة طيب هلأ أنا شو المطلوب المطلوب يا صديقي أنك تجيب كم لعب خبرة تمام وتجيب لعبين شباب لعبين جوعانين كرة قدام لعبين بحاجة أنه هن يعني يعملوا أي شيء على أرض الملعب لأسباب لحتى يحترفوا برا لحتى يظهروا نفسهم أنه إحنا لعبين قادرين أنه نعمل إنجازة منتخب سوريا ولحتى يفرحوا الناس يعني يعني لعبين بدهم الإنجاز على صعيدهم الفردي لحتى يحسهم مستوىهم معيشي والاحترافي ولحتى يفيدونا نحنا كمنتخب هدول اللاعبين اللي شفناهم بمبارات اليابان شبعانين شبعانين من كل شيء يعني خلاص اللي الله يرزقهم و الله يوفقهم ونحنا منحبهم وكل شيء لكن خلاص شبعانين كرة خدم شبعانين مال يعني أمورهم سقفين بكل شيء وما عندهم هني هذا الحافز لحتى يقتلوا حالهم بأرض ملعب لحتى يفرحوك يا عزيزي السوري المتابع لهذا المنتخب وبالتالي نحنا بحاجة ناس صغار يعني عمروا 23-24 توليفة منتخب أولمبي مع منتخب شباب مع بعض لعبين الخبرة واللعبين معترفين بالخارج جيبوا هذا المنتخب ولعبوا بك أساس مو أحسن ما تلعبوا بهدول اللاعبين منتبهدل خلص انتوا جيبوا لعبين شباب وطعموهم بلعبين محترفين وكم لاعب خبرة وعملوا منتخب لكرة الخدم وخسروا يا أخي بس نحنا معكم نحنا منقول أخي هذا اللاعب عمره مدافع أخطأ عمره 21-20 سنة مو أخطأ عمره 34-30 سنة وعمل 60 مباراة دولية مثلا بيستفيد لمنتخب سوريا هاي النقاط كتير مهمة أنا حبيت أحكي فيها إنه يا أخي نحنا بدنا تطعيم على اللي عم بيحلم بمحمود داود واللي عم بيحلم بحليل ياس وإنه أنت تعامل نجوم منتخب سوريا انسى عبيبي نحنا هدول اللاعبين الارجنتينيين اللي جبناهم جبناهم في ظروف معينة ها في ظروف معينة وما حيقدر يخدمو لك منتخبك لأنه هنن مو معك في الوقت هنن ما حيعطوك الطاقة القصوى منه لأنه هنن مظلومين اللاعبين محترفين كل اللاعبين محترفين بيجي على منتخب سوريا بتحطو بتوليفة معينة هو ما بيعرف شو هي التوليفة اللاعب فيها وبيضيع بالمنتخب بصير سيء مثل باقي اللاعبين يعني الشركاء بملعب ما بيفهموا عليه كراويا فمظلومين اللاعبين المحترفين المغتربين برا وبالتالي أنا يعني اطلب انه اشتغلوا على اللاعبين الشباب اللاعبين اللاعبين يشوفوا اللاعبين المتقلقين بالدورة اللاعبين يا أخي اللي بدهم هيك يعني حابين يطلعوا حابين يصيروا لعندهم طموح اللاعبين اللي شبعانين طموح وكذا وما بدهم خلاص بلاهم يا أخي ما هيطوك شي يعني لا ولا بعدين ولا بعد سنتين ولا حيجيبوا لك أهلك على كل حال هيك عن تجهة نظري فيما يتعلق المستقبل المنتخب سوريا اتمنى اصدقائي ايضا اراءكم كتير مهم حتى دائما نتواصل فيما تعلق بموضوع المنتخب وايضا يعني نوعية معينة من اللاعبين لبطولة كاساسية باي باي